وهقفل الكاميرا اه وبعمل اهو عشان تمام جدا بيانات الموظفين و زي الفل اهو 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 لا دي لا خلينا بديك بكل دول 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 ونعمل كده move to new book تمام زي الفل ونقفل ده كله نفتح دي كده بيانات الموظفين الموظفين اهو ننشيلها دي كمان ما عبس الشيطات فجأة لقيتها تقلت فجأة موضوع بقريخي اهو نتوكل على الله اهو نعمل ادفانسد بورشن اوف سكرين انتو كنا شايفين كلكم الا اهو تمام اهو تمام كده دلوقتي في بعض الموظفين اهو ده ريبورت كده بحاجات بسيطة جدا اه ده ريبورت بيبقى فيه رقم الموظف اللي هو رقم زي زي رقم كده مميز لي اه زي الرقم المسلسل اه اسم الموظف المسمى الوظيفي راتب الموظف رقم الموبايل تمام؟ تمام دلوقتي احنا عايزين ناخد دي كده كوبي نخليها هنا كده اهو بص يا جماعة دلوقتي احنا عايزين اه شايفين هنا دي؟ احنا دلوقتي عايزين ندور على رقم الموظف ده نجيب اسم الموظف يعني نجيب اسمه اه نجيب اسم الموظف وعايزين لان نشيل الفرع دي؟ عايزين نجيب اسم الموظف ورقم الموبايل هنجيبها ازاي؟ لو هدى عنده فكرة في الناس الجديدة مثلا اللي جات داخل تخش في الاكسل هنا عندكم فكرة مثلا ازاي نجيب رقم الموظف ولا لا؟ او اسا قصد اسم الموظف؟ هلو؟ 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 لا انا ما عندي فكرة ما عنديكش فكرة طبعا حد عنده اي فكرة جماعة ازاي مثلا نجيب حتى بالطريقة التقليدية العادية ما حدش عنده اي فكرة في الموضوع ده يعني لو انا دلوقتي قلت له مثلا انا عايز نجيب اسم الموظف نعم نعم تمام كويس جدا بصي بصي قلاء وبصي سلبي بص اسمعيني كويس دلوقتي لو انا جدت مسلا في اي كون في اسمه فايند 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 دي هنا صح؟ هنا دي في فايند فعلا هيا فايند بص يا جماعة شايفين دي مسلا الوظف ده مسلا رقمه اربعتاشر سبعة تسعة تلاتفا لو احنا جينا 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 اهو اسم الموظف اسمه مؤمن رياض اه رقم الموبايل بتاع اهو تمام؟ هي فعلا اللي كانت بتقوله كان كويس اللي هي مسلا تيجي تعمل هنا كوبي وتروح هنا دايسين فايند وتيجو هنا وتروح دايسين في بيست وتدوره هنا اهو جاب لكم الاسم اهو وتاخدوا الاسم وتاخدوا رقم الموبايل وتحطوهم هنا وهنا تمام؟ بس الموضوع ده لو على شخص واحد فاهمين قصدي؟ لكن احنا عندنا دلوتي سبع اشخاص هنجيب اسميهم بازاي بسرعة فاهمين قصدي؟ فاهمين ولا؟ فاهمين 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 دلوقتي بقى هنعمل بقى حاجة كويسة جدا بصوا بقى في معادلة في الاكسل دي اختراع يا جماعة دي ما بتخلاش من الاكسل العموما المعادلة دي على طول موجودة في اي حتة في الاكسل اسمها VLOOKUP VLOOKUP يعني Vertical Lookup Vertical يعني اللي هي عمودي اللي هي بتدور بالمنظر ده كده يعني بتدور بالعمدان من هنا لحد ده كده او من هنا لكده تمام؟ اذا كان عربي او انجليش يعني اذا كانتوا عاملينه من اليومين او من الشمال تمام؟ دي اسمها Vertical VLOOKUP دلوقتي عشان نجيب ال VLOOKUP بنعمل ايه؟ بيقولك بصنا معلك بيقولك ندوس دي بقى المعادلة اللي بنوع عليها بندور على ابرة في كماش بنقول ندوس ساوي وندوس على VLOO اهي زهرت اهي اول اي معادلة جماعة بتبتدي في الاكسل بتبتدي بV بتبتدي قصدي بيساوي بتبتدي بيساوي دوس عليها مرتين اهو قال لك VLOOKUP قال لي بقصوا بقى ايرو المعادلة المعادلة دي يا جماعة او اللي هي اركان المعادلة دي اللي هتقولكم تجيبوا نتيجة ازاي بيقولك اللOOKUP VALUE يعني ايه اللOOKUP VALUE بيقولك انت بتدور بايه؟ انت عايز تدور على ايه؟ اقول انا عايز تدور بدا بصوا كده بعد اللOOKUP VALUE خلي بس حد معايا بس يعني لحد بس فتح المايك ويتابع معايا معايزينكم يعني عشان ابقى اعرف بس الانترنت شغال ولا لأ؟ معلش يا سوميان اسف يعني نا عادي ماشي بصوا جماعة دلوقتي لما نيجي نقول انا اهي المعادلة اهي بنقول ايه؟ بنقول ان لOOKUP VALUE ويقولك انت بتدور بايه؟ اقوله انا عايز ادور بالخلية دي بعد اللOOKUP VALUE لو بتلاحظي بص هتلاقي فيه كومة هنروح ليسين الكومة هتلاقي الكلمة اللي بعدها تقلت بقى تبلس ودقاء تقل يعني تمام؟ يقول انت عايز تدور عليها فين؟ هقوله انا عايز تدور عليها هنا بصوا بقى اقولكم عنا حاجة لو رقم الموظف انتو بتدوروا بيه يبقى لازم اول حاجة تبتدوا بيها رقم الموظف يعني ما يفعش تبتدوا هنا مثلا او ما يفعش تبتدوا من هنا فاهمين قصد ايه؟ لازم تبتدوا من الشمال اليمين بل لو الشيط بتاعكو لكن لو هو من اليمين يبقى هتبتدوا تمشوا من اليمين للشمال فاهمين قصدي او ده لأ؟ او يقول انت عايز تدور بيه اقول لنا عايز تدور بالخلية دي بعد كده يقولك انت عايز تدور بيها فين؟ اقول لنا عايز تدور بيها في الجدول ده الجدول اللي هو ايه؟ من اول رقم الموظف لحد اسم المواصر. اللي هو واحد اتنين. تمام? بعد كده نروح ليسين كومة. يقول لي الكلوم اندكس نمبر. انت بتضوء انهي نتيجة انت عايز تتلعها. بقول له انا عايز النتيجة اللي في العموز التاني. تمام? يقول له انت عايز النتيجة بقى دي. تمام. يعني اللي هي تقريبية ولا اجزاكت. لا اقول له الكوس وادوس انتر. بصوا بقى. قال لي اسمه مؤمن رياض مروان حمزة اهو. نعم. تبطل لا. نعم. بصوا كده يا جماعة. اهي اسمه مؤمن رياض مروان حمزة اهو. لما اجي بقى اسحب بص عشان تسحبوا المعادلة دي عشان مش تقاضوا وتكتبوا طبعا المعادلات على طول. فيه هنا زي مربع كده ايه. بصوا فيه مربع اهو. اول ما تقفوا عليه هنا يعمل لكم علامة الزاق دايه. تروحوا نزلين كده لتحت. تمام? يعني بص بقى ليقول لك مسلا ايه اربعتاشر سبعة تسعة اربعة اهو. اسمه شادي محمود زيادة احمد. هل ده كده صح? شادي محمود زيادة احمد اسمه اربعتاشر سبعة تسعة اربعة اهو. بالزبط. سمعيني كده ولا? او سمعي. هل الموضوع ده كويس ولا لا? اه كويس جدا طبعا. كويس جدا. انا كان لها صغير هنا ممكن. الفضل يا احمد تفضل تحت امر. الفضل يا حامد اصدق. المعادلة تمام. المعادلة تمام وزي الفل وانا بشتغل بالطريقة دي. بس مؤخرا بقيت احط مكان الفولس زيرو. ايه الفرق ان انا ما بين الفولس وزيرو? لا هي هي صح هي هي. اه هي هي. هي هي هي. هي بتديني نفس بتديني نفس النتيجة طبعا. طبعا طبعا. بس ايه يعني انا عرفتها مؤخرا. انا كنت شغال بالفولس. وبعدين بقيت احط زيرو لما بقيتها بدل ما تبكلمة فولس وكده. بالزبط لا انت اشتغلت بفولس. بس وخلاص. لا بس انت صح انت بتتكلم زيرو صح بايش. بس انا بص يا بص يا محمد اقول لك على حاجة. مع الوقت في اكسل انت مهاراتك بتبقى سريعة افضل. بس انا دلوقتي بشرح ايه بشرح الاساسيات. ومع الوقت انت تلاقي نفسك بتجري لوحدك. تفهم قصلي? لا لا انا حتى هو انا جاري كنت العمر كله شغال فولس. بقى لسه عارفها مؤخرا يعني. ايو ولا ايه. انا بس لما عرفتها بقت اسهل بالنسبالي وحبيت اسأل يعني في فرق ما بين ان انا كتب فولس او زيرو? يعني فيه اي شيء طيب امسوك ايه. ماشي. 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 بصوا بقى يا جماعة بقى. هنا بقى رقم الموبايل. حد ممكن يساعدني مثلا اه ان هو مثلا يعني يشتغل معايا في المعادلة ولا لأ? مالو? ماشي يا بصوا سمعين. انت بقى نعلك بصوا بقى متطوعة جامعة للاخر يعني. ماشي. بص يا معاني. هندوس اول يساوي وندوس بعد كيها في ال او او. بعد كيها نختارها هندوس عليها دابل كليك اهلا. بيقول لانت عايز دور بايه? اقول له مسلا عايز ادور برقم الموظف. بقى كيها اروح دايس كما. اتلاقي بعد كده. اتلاقي بعد كده زهر لي باللون الاسودة هون. فبيقول لي انت عايز حتى بصوا يا جماعة اول من معادلة بتبتلي تخلص بصوا يعمل لك عليها علامة اللازرق اهي. لو انت واقف لسا في المعادلة دي. لكن لما بصوا تيجي ننقل هنا على الارجومنت دي او اللي هي المعادلة دي. تلاقيها جايبها لي فاضية عشان احنا لسا ما نقلناش عليها. فبيقول لي انت عايز ادور عليها فين? اقول لان عايز ادور عليها من اول رقم الموظف لهاد رقم الموبايل. يعني عايز ادور عليها في الجدول ده كله. تمام? بعد كيها اروح دايس كما. بيقول لي بقى اللي هو رقم العمود اللي انت عايز النتيجة بتاعته. اقول له بص يا معامل. احنا بندور برقم الموظف. ادي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة. يبقى انا عايز نتيجة رقم خمسة في العمود الخامس. بعد كده اروح دايس زيرو. وادوس انتر. وبعد كده اروح دايس على المعادلة كده. شايفين المعادلة بيتأسل كتير ازاي? الو? يا جماعة ما عليش اقول له افضل الماييقات. او تمام. تمام. لا انا معديش سؤال بس الامور كمام زي الفل. زي الفل كويس او. يا جماعة شباب. او ما فيه كله افضل الموبايلات ولا اي? يعني ده ما شاء الله فيه ناس كثير قوي. طب يا دكتور انا كنت بسنا ليش عايز اتسأل عليك. طب انا ممكن ايجا ادور على مشارط برقم الموظف يعني انا ممكن اتدور باسم الموظف صح? بالزبط بالزبط اي 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 انت اي ان كان اللي انت هتدوري به لازم اللي انت بتدوري به يبتدي في الجدول يعني مسلا. بالدوري مسلا او اسم الموظف? بص ركزي في لانا بقول. اهو بنقول يسام في لك اهو. يقول لك انت عايز دور به اقول لان عايز دور باسم الموظف اللي هو ده. تمام? اه. ممكن اروح دايس كومة. يقول لانت عايز دور به فين? بص بقى عشان ابتدي لا ما ابتديش برقم الموظف لازم ابتدي باسمه كمان. يعني انت بتدوري بالاسم. اه. لازم اول حاجة تبتدي بها الاسم. اه. لحد رقم الموبايل. كومة بعد كده اربعة بعد كده اقومة بعد كده زير. اهو. جاب لي برضو رقم الموبايل اهو. تفاهماني? اه. اه تمام كده فهم. تمام كي يا شباب? تمام بس اه انا كنت عايز اقول حاجة ممكن. افضل 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 تحت عملك. اولي بس بيقفضل في البحث دايما اللي انا بستخدم رقم. تمام? تمام? بس اه بستخدم اه بس اه بستخدم ارقام بس. اه. انا بستخدم بستخدم لالا ارقام دايما في البحث اللي هو طريقه بالاكواد. دايما الكود او رقم موظف صعب انه يتكرر. هنما انا ممكن اصبح رقم موظف محمد ابراهيم. اه خلاص ما فيش هو بيتكاريت من عالسيستم ما بيتكرر. بزبط 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 جدع جدع. لما انا ممكن الرقم يتكاريت مدبراين وتكاريت تاني وعندي موظف محمد براين تاني اداري وده محاسب وده كان. بالزبط بزبط جدع جدع. فانا لو بحق ويلي هيقابله وما يكونش هو ده محمد اللي انا عايزه. بالزبط جدع. تمام? فهو الاساس بس يعني ليا وللناس برضو اللي تسمعنا بالاكواد. ورقم الموظف ده كود. فيما بعد الناس لما تخش في الحسابات والكلام ده هتلاقي عندنا تشارت في اكاون دي بيبتد اساسها الكود. صح. اساس الشغل بيبقى الكود. صح صح. لان محمد محمد بيحكي بيحكي فيها بوسي علاق. ان هو الاكواد بتاعت الموظفين دي بتبقى ارقام ما ينفعش انها تكرر. لكن محمد ابراهيم لكن محمد فعلا فعلا بيبقى محمد ابراهيم بيبقى اكتر من واحد. محمد تحسين اكتر من واحد. لكن رقم الموظف نفسه او رقم الكود او ايا كان بتبقى متكودة. لو تلاحظي تلاقي اي منتج او اي رقم موبايل اللي واحده برقم مش بالاسم. بالناس بتدور برقم الموبايل ما بتدورش باسم صاحب الموبايل. فاهمين? فاهمها قصدي? اي اي فانت حضرتكم. عشان بتبقى دع رقم مونيك او رقم فريد من نوعه. ما بينفعش نوعك مش متكرر? اي بس اي، صح. صح كده. اي 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 كده احنا عملنا الفي لوكب. طعم كده جماعة? الفي لوكب مفيش اسهل منها. نعيدها مرة تانية عشان ايه? اي اي نعملها بقى ايه? بس نعملها بقى على سكيل اكبر. يعني مثلا نجيب مثلا ايه نجيب اسم الوظيفة كل ده نعمله مرة واحدة اهو. اهو ماشي يلا محمد انت هتساعدني مرة وألاق مرة تانية وصمية معديها وهكذا بقى لحد ما اقفل الجدول دا كله يلا يا محمد ماشي يساوي يساوي اه V L O O بالضبط هتظهر المعادلة على طول هتدور بايه ايوه بي لوكا بافتح بوس بالضبط اه اه انا هفتح اه طبعا اه شاسنا طبعا كودة الموظف هنجيب اسم الموظف بقى انا هقف على العمود دا اللي هو الايه هنختار سمعين هنختار الاول دا وعكيا هندوس كومة هندوس الخالية ايه الخالية وبعدين كومة اقف على العمود رقم ايه كله ايوه واسحب لحد العمود تمام اسحب للاخر انا بالنسباني باسحب ل انا موافق يعني انا باسحب للاخر خلص بيجيب الجدول كله عشان ما عشان انا ممكن هاقول حاجة يعني مع خضرتك بردو انا وقفت مثلا لغاية هنا باس انا عايز ايه عايز اسم الموظف اعمل كومة 2 كومة 0 واقفل 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 انا يعني مش عالف اذا كان ينفع اصلا نقولها دلوقتي ولا لا يعني اتفضل اقول مثلا في العمود اللي بعد رؤى المسمى الوظيفي اه انا باعمل ايه بيجا اقف قدام مؤمن على الخلية بتاعت مؤمن كده ماشي لو توقف على الخلية بتاعت مؤمن اللي هي في لسه شغالين هدية ايوان اه واخدها الكابي بيست من فوق اه اعمل F2 تفتح معك المعادلة اه هو كابي وهنعملها هنا بالفورمولا اهي كده اصدق يعني لا لا يعني ماشي بس الافضل ما بتيجيش كابي بيست بفتحها عشان بس بقى شايفها انا في ايه تمام اه F2 ايو كابي كده تمام واخدها هنا بيست اهو اه اوكي بيست اهو بيست اهو بيست اهو بيست عادي اه هيجي مروان تاني عشان يدخل بس اللي هيغير يغير بدل ما انا اخذت العمود بتاع مروان كان number 2 اه بس اغير اكتو خليها 3 ماشي واخد راخد كده لغاية تنخلص السطر كله هتبقى 3 طب ايه رأيك بادي؟ 2 تبقى 3 بس انا مش هشرحها بس انا مش هشرحها قول لي بقى معاك انا معاك عشان اعرف الحاجات دي ماشي اهو بس لا هي معادلة هي بس ايه حاجات انا معرفتها بس يا جماعة بس اصلا اقول لك على حاجة يا محمد بس انت عشان انت بتتكلم ان هنا ان هنا بتبقى الاسامي متنظباتها طب افرد مثلا كان نراتب الموظف هنا يعني ال data متنظباتها عادي 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 حتى لو مش بالترتيب انا هعرف العمود كان رقم وكان بس وهغير الرقم لا مش كده خالص الموضوع مش كده خالص قل قل او الموضوع بيبقى افضل بسي worthy بوسه جماعة في معادلة اسمها match او في معادلة اسمها match match يعني ايه يعني ان انت بتدور به اه المشكلة انت تقابلها ايه في ال في لو كب مشكلة انت بتقابلها ايه الملك،لما انت بتدور بحينا كدا وننقل مثلا ندور عليها في الجدول ده كله بنيجي بقى للقطة بتاعة column index انت عايز قاني نتيجة فلو انت احنا طبعا احنا عايزين نعمل معادلة ان هي كل ما نروح بالمعادلة يمين وشمال وفوق وتحت تجيب لي النتيجة بتاعة الاسم ده يعني مثلا دلواتي انا واقف تحت رقم الموبايل مثلا يجيب لي رقم الموبايل طب يفرض نقلت المعادلة للمسمى الوظيفي يجيب لي المسمى الوظيفي بدل ما نقض نعدل زي ما محمد برهين بيحكي لنا فهمين قصدي ايه؟ معي ولا يا شباب؟ سمعين؟ معلش اقلق يعني الموضوع هيبقى كبير شوية بس انا بس قصدي ايه؟ قصدي ان احنا دلواتي شغالين معادلة معادلة يعني لو تلاحظي احنا بنعمل كده ونقض نخليها كده كوبي ونعملها هنا كده ونقض نهكذا نقض ننقل وهكذا المشكلة اللي هتقابلنا ايه؟ ان احنا نقض نعدل حاجة بقديم يعني نخش جوة معادلة صح كده محمد؟ وهنقض نعدل الموضوع بقدينا الفكرة بقى في ايه؟ بالظبط انا بقى 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 كده بقى بالظبط بالظبط ايه بس انا بغير في الاساس في معادلة تانية اسمها ماتش الماتش دي بتقولك ايه؟ بص بقى بيقولك ماتش اللوكوب فاليو بقولك انت بتدور بيها فين؟ اقول له انا بدور بدي انت بتدور بيها فين؟ هقول له انا بدور بيها هنا الماتش فاليو هيبقى هنا لحظة اهي اللوكوب فاليو اه ماتش قصدي اهي انا عايز بس انزل افتح دي كده شوية وهنزلها لتحت كده شوية اهي اهي ماتش اللوكوب ماتش بيقولك ايه؟ بقولك انت بتدور عليه اسم الموظف اهو فاني احبت اسم الموظف في كل دولة الماتش ده نقول له انا عايز النتيجة دي جاب لي ان اسم الموظف بص يا محمد ركز في الحتة دي انت معاي افتح كده محمد المايك انا معاي فاص قال لي ان اسم الموظف ده بيقع هنا في رقم اثنين يعني واحد اثنين خدت بالك من القطة دي اه فلو انا سحبت دي كده شوية القدام قالك ان اسم الموظف احنا هنا لا مثبتنهاش احنا هنا بص ممكن نثبت دي كده عشان نثبتها عشان ايه؟ تبقى الدنيا مظبوطة اكتر نعمل دي كده ونعمل دي هنا كده اف اربعة وهنا اف اربعة ارى يا محمد يقول لك ايه ايه بقى يقول لك ان Al PCs ال اسم الموظف ده بيقع في العمود رقم اثنين وراتب الموظف يقع في العمود رقم 3 ورقم الموبايل يقع في العمود رقم 5 واسم المسمى الوظيفي يقع في العمود رقم 3 خدت انت بالك ولا لا اه جبت اسمية الخلاة اه دي بقى بتفرق في ايه بقى ان انت بدل ما تحط انت رقم العمود بايدك ماتش دي بتزبطها لك على حسب العمود اسمه ايه فهم قصدي ولا لا اه فهمت؟ يعني مثلا هنيجي مثلا هنا بيساوي VLOOKUP انت بتدور فين اقول له ان تدور بالعمود بالكيمو دي طب بعد كده هدوس كومه بيقول له انت بتدور عليه فين اقول له من اول هنا حيات رقم 5 خلاص كده بس هنثبت العمود ده شوية نيجي بقى عند ال COLUMN INDEX NUMBER دي اللي بتبقى أصعب انت عايز تدور على انه واحد اقول له بقى MATCH بقى نروح مندخلين كلمة MATCH تمام؟ انت بتدور باي اقول له انا بدور به العمود ده العمود اللي فوق ده ونسبتها تبقى كده وبعد كده انت بتدور عليها فين اقول له هنا العمود ده ونروح مسبتينها طب انت عايز اني النتيجة اقول له نتيجة ممزبوطة نروح هاملين قفلين الكوس ونروح هاملين كومه ونخليها دي zero ونقفل الكوس اقلش الموضوع كبير شو يا محمد او نروح سحبيني تحت هنا كده ونروح سحبين لحد هنا طلعت لنا مشكلة مشكلة ايه هنا المشكلة ان بيقولك ان اسم مروان رياض حمزة ده اتنقلت معاي فنجي هنا نروح مسبتين بقى دي اللي هي انهي اللي هي دي نروح هامل لها كده نروح سحبين دي كده هنا نروح سحبين هنا ركز بقى كده في اللي انا بقوله بص بقى الحركة دي محمد الحركة دي احنا عملنا معادلة واحدة بس ما بنعدلش بأدينا فاهم قصبي؟ او انا مثلا مكنتش عارف دي يعني ده جديدة بنسبة لي كمانا اديني قلت لك عشان كنت عارف انت مش عارف اديني قلت لك عشان دي هتفرق معاك التلاوي او انا في البداية قلت لك انا اشتغل بحاجات بس في حاجات انا بحتاج بقى اعرف هيا دي اللي انا جديد بنسبة لي فالكورس بضبط او انا اكتبها لكو هنا دلوقتي عشان انت بقى انتوا عارفين اللقطة دي انا اكتبها وراك اصلا لا لا بصوا يا جماعة ذائد دور عليها انا كتبت لكو دلوقتي اهو يا جماعة على اسم ايه المسج بتاعت ذوmud بتفت الجمد او او بصوا بقى اركزوا كده في الا انا بقول بمجرد ما بشيل اسم راتب الموظف من فوق بص اولي احسن هيقول لي غلط طب لو انا شلت مثلا لو انا شلت اسم يعني مثلا شلت اسم الموظف ده مثلا وليكن وحطيت مثلا اسم الموظف هنا مثلا بص اولي احسن جاب لي اسم الموظف فاهمين قصد ايه؟ ان في لكب مرتبطة بالعمود هنا ومرتبطة بدي دي ودي عشان تجيب لين النتيجة دي كلها خلاص كيا يا جماعة تمام كده عم محمد؟ تمام ماشي زي الفل اول ماشي حال كده جماعة حد مش فاهم حاجة في الفيلو كاب تعالوا بقى نشرح الفيلو كاب من الاول عشان دي يأتي بقى اخر مرة اشرحها في الفيلو كاب معايا يا جماعة ولا؟ اول تمام ماشي باشي يلا كده ونقول الو الو؟ تمام يلا لا احب صدك شوية الاء انا حاس انت نايمة ولا انا صدك اسان كده؟ لا لا صدك جادي لا لا طبعا يلا بينا يلا هندوسي ساوي لا قلتش نبك دينا بس حاط يلا هندور لا لا يعني ساعديني كده نجرب كده ونقول الو؟ ماتش حاضر هندور بقى برقم الموظف بالضبط هندوسها بس 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 بحولي كلا اللوكب فاليو هندور بدي يعني يقولك انت عايز تدور بيه اقول ان عايز تدور برقم الموظف اللي هو الاسم ده الخلية دي وبعد اللوكب فاليو هتلاقي فيه كلمة اسمائي كومة كومة هي بعدها ندوس كومة يقول انت عايز تدور عليها فين؟ في العمود كله بقى الجدول كله من اول هنا لحد هنا من ايه الى ايه ماشي بزبط من ايه الى ايه بالزبط وبعدها ندوس كومة يقولك انت عايز تدور اسم الموظف اسم الموظف ده فقاني حتة في الجدول عمود بي العمود رقم اثنين لا العمود رقم اثنين لان العمود رقم ايه اللي هو رقم الموظف العمود رقم بي العمود رقم اسم الموظف يبقى دي واحد اثنين واحد اثنين يعني اخذوا هم الثنين العمودين لا لا بك ذي بصي بص يا ستي لما نيجي هنا هندوس فيلوكب او مندوس على دين وبعد كان ندوس هما احنا عايز ندور فين؟ اقول له مندور من اول هنا لحد هنا ندور في الجدول ده كله خلاص يا ستي؟ تمام 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 takie اقول له انا عايزي النتيجة اللي في العمود رقم اثنين تمام هدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسا يبغى احنا عايز نقلي نتيجة اسم الموظف اللي هو رقم اثنين اثنين ثم 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 ديرو. ندوس انترو. قال لي ان اسم الموظف هو. كابلي اسم الموظف. تمام يا ستي? اوه تمام. تمام. انا بكتب رقم اتنين. مش اه مش بعلم عنا. مش اسم العمود. ايوه بزبط مش اسم العمود. احنا بنفضر رقم اتنين. ركزي بقى في يعني في المعادلة الجاية. حد ممكن يجي ساعدني في المعادلة الجاية? انا شايفني يا جماعة نص والله عاملين سايلنت خلص. والله يعني مش هعضكم والله. ممكن انا مرحب. يلا هم هم. يلا فين. يلا هنعمل اللي يساوي. ماشي. تمام? ماشي. وفي ان او او. ندوسها نختار عليها اهي. اه. تمام. وطبعا الكس كده مفتوح. فهكتب بقى اكتر الخلية اللي هي اساس البحس. اللي هي رقم الموظف. بالزبط. اللي هي اتش. اتش سري. تمام? معاشي. واعمل كمى وهروح اقف بالاااا بالماوس من اول الاي. الاي? اي وان. اي واسحب لغاية النهاية. بالزبط. تمام? واعمل كمى. كمى. حال? انا ترتيب العمود اللي فيه رقم الموبايل. ادي ببدأ البحس برضو من الاساس. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة. تلاتة اربعة. اللي انا عايز اخد نتيبته. اللي في العمود رقم خمسة. بالزبط. اه ترتيب العمود اللي فيه الداتة اللي انا عايز. تمام? تمام? كمى خمسة وكمى سواء فولس او زيرو. والكوس واعمل انت. واعمل الكوس واقفل انت. بتيجي بقى معاي. ضعب الكلك من عند الصليبة دية بتنزل على الاطف. الله انا رايز. يالا بقى من اللي جاي بقى في المصمى الوظيفي. تمام? ماشي انا معاي. الله عليك يا سلام والله. يعني ده واجه جديد. كويس قوي. يلا بينا. اه احنا بنتدور دلوقتي يا سلامة على المسمى الوظيفي. اللي هو ده. اللي هو ازا كان محاسب او اداري او مهندس او قانوني او ايا ان كان. تمام كده? يلا لو نقول الو. تمام. تمام. هنبدأ من عند رقم الموظف. هنعمل. بيهي لوك اب. بيهي لوك اب. تمام او. تمام. تمام. وبعد كده هندوس على رقم الموظف. لأ رقم الموظف بزبط كده. دي اول حاجة. دي اللي احنا بندور بيها اللي هي خليط البحث. تمام اهي. بعد كده. وبعد كده نعمل كومة. كومة جدعة. بعد كده كومة كويس. ها. وبعد كده هنعلم من اول رقم الموظف. فين. هندور في الجدول ده كله. ايو من اول رقم الموظف. لحد فين. لحد رقم الموبايل. لحد رقم الموبايل. لحد اين? ماشي. ماشي. بعد كده نعمل كومة. تمام. وهنعمل رقم ستة. رقم ستة. ستة ده اللي هو فين. احنا بندور على المسمى الوظيفي. المسمى الوظيفي ده ادي واحد اتنين تلاتة. فيه ثلاثة اهو. بعد كده ندور واحد اتنين كومة وندور واحد اتنين زيرو. وندس انتر. انتر. ازن. اهو. بقى ازن واداري ومحاسب وكل حد. تمام كده يا جماعة? تمام. تمام. انتو كده تمام كده يا شباب? او تمام كده. او تمام كده. او فيك الفيديو كده. طب حد مش فاهم حاجة? حد فان حاجة ولا ما حدش فاهم ولا كلكك فهمين صح? لا تمام كده. تمام بصوا بقى جماعة. الدكتور هستغزن حضرتك بس مراجعة سريعة لان انا انا سامع او سامع. طب انت السمعت الحد فين? انا كنت سامعك يا سعيد. او عملك في الباب ومن خرقش او حاجة زي. فا يعني او دلنا سمعت صح? انا. انا سمعت صح. اللي ايه? اللي انا سمعت صح? اللي انا كنت سامعك عملك في الباب وزي ما تقولي فدحت المايك بالغازق يعني غزب عنك او حاجة زي كده. ممكن مش عادفة. ممكن بص ساتي. احنا دلوقتي بنشرح على الفيه لوكاب. الفيه لوكاب دي اللي هي حاجة بتدور يعني بصي احنا عندنا داتا كبيرة اوي. تمام? اه فاحنا عندنا اه شوية بيانات صغيرة كده. عايزين نطلع منها شوية داتا. فطبعا لو احنا مشينا بالطريقة التقليدية فالموضوع هيبقى رخم جدا. تمام كده يا سوان? تمام. نعملو ايه? ان احنا عايزين نعمل معادلة انت تطلع علينا نتيجة بسهولة. تمام? اول حاجة في اكسل عشان تبتدي تشرحية لازم تدوس على يساوي. اول ما بدوس يساوي الاكسل بيفهم ان انت هتكتب معادلة. تمام? او الVLOCUP دي اللي هي معادلة حلوة جدا بتدور على البيانات دي في وسط البيانات دي كلها. يعني احنا عايزين ايه؟ عايزين اسم الموظف. عشان ندرق على اسم الموظف بنعمل ايه? بنفتح VLOCUP دي وبيقولك اول حاجة خالص اسمها VLOCUPVALUE انت بتدور بايه? اقول لو انا عايزة ادور بدي بالخليه دي بركب الموظف. اه السواني بدي نقب دي نقب دي نقب دي نقب دي نقب ديوم كده. بنروح احنا اعمل شير شير انا لسه مش ما ينفعش اعمل شير يا فدو معلزنك يعني سواني محمد ابراهيم ادي ذكر الهوست بالغلطة ممكن تدي البشماندس ادي البشماندس ازاي او ماشي ماشي مست ايه خليني هوست اللي انا يعني دوس كده كلك يمين على يمين كده ولا محبش تدوس ازاي اماشي معيا لا بتليك يمين وهو بس very هتلاقي على الاسم التي اتلاقي على يمين كده ولا حاجة هتلاقي حاجة ميك احنا عظه واحدة طعيب نبشيش هم لا مفيش حاجة زي كده عند لو دست عالاسم الفت commenting التىxt على اليمين دى على الشمال القصد دي الناس الستاشر دولار. ندست عليهم ودست هنا اه اه على القسمية بقى اللي انا هتلاقيني بتكلم قصادك دولارة. هتلاقيني فيه تلات شورة جنبي كده. انت تمام. ندست. لأ. فيه تلات نقطة وضغطت عليهم وديت لبي اي اي ان. بان. بان لأ. طب نقفله نفتح تاني. ماشي 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 مشكلة. اقفله نفتح تاني. يلا سريع. طبوان ممكن بس تخرج انت يا محمد واتجد لأ اخه تاني. ماشي ماشي ماشي. انا انا محمد ابراهيم ولا محمد تحسين. محمد ابراهيم. اقف. لا. ماشي مش تمام يعني. انا اوكي كده. ماشي. ماشي. ها. تمام شغلا. انا اسم محمد تحسين يا فادوان. اه كويس اوي. بصوا جماعة. انا هامد شيريه دلوقتي. وهامل ادفانس بورشن اهو. نيجي بقى هنا. نيجي هنا اهو. بصوا بقى يا جماعة. اهو. انت كده شايفة دورك يا سعاد. ماشي بص يا سيتي. هنيكي هنا بيقول لي ساوي. هندور احنا عايزين ندور باسم الموظف عايزين يعني احنا عندنا بيانات شوية معطيات بسيطة ايه. احنا عايزين نجيب قصادها ايه? اسم الموظف. ورقم موبايله والمسمى الوظيفي بتاعه. يعني هو شغال ايه? او بتاعه. تمام? احنا اللي احنا عندنا بس هو اسم الموظف بس. او رقم الموظف اصلي. فاحنا عايزين نجيب بقى البيانات دي كلها. فحنعمل ايه بقى يا سعاد? هنروح دايسيني ساوي. دي لوك اوب. تمام كده? ايوة تمام يا دو. اهو عشان بس تبقى انت معي عشان بس خليك معي اهو. هندوس السيب. اقول لك انت عايز تدور بايه? اقول لان عايز تدور بالخلية دي. عايز عرف الخلية دي. اعايزين دور بيها? خليت البحث. وعندس ايه كومة. بيقول لانت عايز تدور عليها هنا. اقول لان عايز تدور عليها هنا. من اول هنا لحد الجدول كله. شكرة الحق يا محمد. ايوة دكتور انا ما حضرتك. ماشي. بس مش من عندي السبب. ما انا عارف انا عارف انا عارف. بس احنا بقول لان انا هنزور بيها ندور بدين. تمام? هندوس كومة. انا انت عايز تدور بيها فين? اقول لان انا عايز تدور بيها في الجدول ده كله. من اول اسم الموظف. من اول رقم الموظف. لحد الاخر. وروح دايس كومة. اقول لان اعايز اني نتيجة. اقول لان انا عايز نتيجة اللي هي في رقم اتنين. اللي هي واحد اتنين. واحد اتنين. اقول لان عايز نتيجة رقم. يا دكتور رقم الخلية بس مش بكتب اللي هو الحرف بتاعها. لأ. يعني الرقم بس. بنختار اللي هو رقم العمود. العمود ده بيقع. رقم العمود. بيقع من اول واحد اتنين. ما احنا ندور كده. هتبقى اتنين تلاتة اربعة خمسة. احنا عايزين ايه? احنا عايزين اسم الموظف. هنجيب بقى رقم اتنين. وهكي هندوس كومة. وهكي هندوس كومة. وهكي هندوسين زيرو. وندوس اوكي. قال لي ان اسم الموظف هو اسم مؤمن رياض مروان حمزة. ونسحب دي كده لتحت. نسحبها كده لتحت. جاب لي الاساني. طب نتأكد. مسلا اربعتاشر تمانية زيرو سبعة. اهو. احمد السيد ابراهيم. طب تعالي بقى نعمل لبعديها. تمام يا دكتور? ماشا. هنروح دايسيني ساوي. في لوق اب. تساعديني? ينفعت تساعديني? اصلا انا مجدتش على حضرك الاكسل ده انا اول مرة اصلا اتعامل انا متحدقين اوي فيه. فما عنديش خلفية عن اي حاجة اصلا. يعني اول مرة فعلا اشوف ما حضرتك. انا شفته عملي. مفيش مشكلة. بتاع ده نظر. مفيش مشكلة. اهو. هنعمل واحدة كمان اهو. تعالي نعمل واحدة كمان. بص يا سيدي. يقول انت عايز دور بها فيه. اتدور بايه? اولا عايز دور بالخلية دي. معك ايه راح دايس كومة. يقول انت عايز دور بها فين? اولا عايز دور بها جوة الجدول ده كله. من اول هنا. من اول واحد لحد خمسة. بحدد الجدول كله. اه. بحدد له الجدول كله. تمام. بعد كده انت عايز اسم ايه? رقم الموبايل. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. رقم خمسة. معاكيان نروح داخلين داخلين داخل خمسة. وندوس كومة. معاكيان نروح داخلين زيرو. وندوس انتر. ايه اللي حصل? قال لي انت جبت لك رقم موبايل اهو. اهو. نسحب كيالة تحت. او عشان تتكرار معي كل الاقام لما اتجاب. بس كده انا شرحت. حد يا جماعة مش فهم اي حاجة في فيلوكب? لا تمام. تمام. تمام زي الفول زي الفول. انا هقفل بس كده اللحظة. حتى نفتح بس الكاميرا لحظة. اللي جاي ده بقى موضوع تاني خالص. انتو كاي شايفيني سحا? اه انا شايفه. طمام. بصوا كده جماعة. طب حاضر يا غيادة والله يعني انا عبت فيلوكب دي اكتر ممرة بس والله حاضر اخلص بص الاف ويعناه يليك في اخر بحاضر والله. اه انتو كده اه 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 انا. سمحت ايه الاتش سري دي اما باجي. نعم. الاتش سري اما باجي حطها يعني. بحطها بلعنا على اي? اني اتش سري. اللي ايه بعد الاساس البحس. اساس البحس. مالها. الكود بتاع الوارزة. مالها? ايه. في لوكب بعد كده بحط اتش سري. الاتش سري دي بحطها يعني. على اساس ايه? ما ايه دي اللي احنا بندور بيها. ما انت بatti بي حاجات بتدور بيها? اي standing. ولا انت معندكش حاجة بتدور بيها. اي. اكيد بحاجة بتدور بيها. اللي بتدور بيها دي اللي هي الاتش سري. يعني انا بحدد الخيمة وهي بيكتب لوحدها الاتش سري. ايوة انت بس بتدوسي على الخيمة بس الوحدها. تمام. تمام. الفلوكب بجماعة بتمشي لاما من من الشمال لليمين لو انت الاسلات اللي عندك من الشمال لليمين أو من اليمين للشمال لو الاسلات اللي عندك من اليمين للشمال تمام كده؟ تمام ولا ايه؟ انتم معايا او معايا او لا؟ تمام قد يبدأ يا دكتور ديجلوسخة او اللغة بتاعته؟ انه هو عربي او الانجليزي لا 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 فيه حاجه في الاسل نفسه اسمها Pidge Layout اللي هي دي فيه حاجه فوق كده هتلاقيها جنب هو التجاه الصفحة يعني ايه تجاه الصفحة اه 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 التجاه الصفحة اسمها Home Insert هتلاقي في حاجة اسمها Page Layout Page Layout دي يعني اللي هي لما تعملها من Lift to Right او من Right to Lift تعام كده؟ يعني بحدد الصفحة من يمين دي الشمال او الشمال الين اه انت اللي بتحدديها اه تمام تمام كده؟ اه اشرح لكم بس اللي انا التانية ولا ايه؟ اكمل ولا ايه؟ اه اكمل ادخل بصوا بقيا جماعة في لقطة بقية حلوة جدا اسمها F كلمة F دي لوحدها لو تفتكروا المخاضر اللي فاتت اي حاجة بتيجي جنب بها F بتبقى حاجة فيها شرط يعني some بتجمع عادي لكن لو انا قلت له some F يبقى هتجمع الشرط الفلاني يعني مثلا وليكن مجموعة مرتبات الموظفين كلها فانا قلت له ايه؟ some فهيجمع لي كل الموظفين لكن لو قلت له ايه؟ some F اجمع لي اه مجموع مرتبات المحاسبين فقط تمام؟ 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 اجمع لي مرتبات الشرط الفلاني لكن عندما قلت له some F يبقى اجمع لي مرتبات الموظفين بس بشرط المحاسبين بس تمام؟ انا بقى جاي النهاردة اشرح لكم F دي بس الواحدة F دي معادلة اختراع يا جماعة على فكرة انا شغال كل معادلتي بالF دي معادلة F دي بتعمل ايه؟ اللي هي شغالة بنظام شرط هي مكونة من ثلاث حاجات المعادلة بتاعتها مكونة من ثلاث أركان اللي هي اسمها 3 argument دي الشرط بتحط له الشرط بتقول له مثلا ايه؟ امشي في الشارع ده لو لقيت بتاع سجاير يبقى الشرط ده لو اتحقق هتلي منه يعني بقول له ايه؟ لو مشيت في الشارع ولقيت سجاير طب تمام ده كده خطت الشرط طب لو اتحقق لو فعلا لقيت سجاير اجيبه طب لو ملقيتش سجاير اعمل ايه؟ تفاهمين قصدي؟ خليكم بس معايا ايه؟ 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 انا هشرح لكم دلوقتي ايه الفكرة بس انا بس هل تبصلكم حاجة هي بتبقى شرط ولو الشرط ده تحقق ولو ما تحققش تمام؟ بحط له شرط بقول له مثلا ايه؟ اجيب لي مثلا اكل طب لو لقيت مثلا عند بتاع البيئة لأكل هتلي اكل طب لو ملقيتش اعمل ايه؟ هي دي فكرة دي اساس البرمجة هي دي البرمجة اساسا تمام؟ لان انت مثلا وليكن وليكن انت مثلا بتحطي الباسورد او الوزر نيم والباسورد مثلا وليكن انت مثلا دخلة مثلا على الفيسبوك مثلا فلما بتيجي تحطي الباسورد الطبيعي انت بتحطي الباسورد صح؟ طب لو حطيتي صح يقولك دخلك على الاكاونت بتاعك طب لو حطيتي غلط ايه بيحصل؟ يقولك مثلا لو عايزت تعملي فوركت باسورد او نسيت كلمة السر او مثلا انت بتكتب راكب باسورد غلط فاهمين قصد ايه ولا لا؟ او طبعي يبقى فيه اوبشن تاني يعني؟ بالضبط ميش انا هقفل بقى الكاميرا كينة دولاتي عشان ايه؟ نشرح اللي جاي يلا جماعة ونقول الو بصوا بقى طبعا الموضوع ده هيعجبكوا بصوا احنا نعمل بس دي كدا الاول هنا بنقول له ايه بقى بصي كده نكبر بقى النا عايزي بقى نكبر المعادلات ده اهيه بصوا بنقول له ايه Company بنقول له دي عشان التمسر خلاص بص يا ابراهيم ابراهيم تبعين؟ طبعا تمين بصوا يا جماعة. معاك حبيب. بص اسمها بقى اللوتا دي. بنقول ايه يساوي. الف. اللوجيكل تست دي اللي هي ايه. اللي هي الشرط. بقوله ايه. بقوله. ساني بس نكبر دي كده لحظة. الف دي. وده الشرط. بقوله ايه. بقوله هل الخلية دي. الخلية دي بتساوي عشرة. سامعاني. سامعاني. بقوله هل الخلية دي بتساوي رقم عشرة. فبصي ما لما اكي دوس كمه. بيقول لك ايه. لو الشرط لا تحقق. اقوله يس. وهدوس كمه. طب لو الشرط لا تحققش. اقوله نو. كمه اروح ديس. قفل الكوس. قال لي يس. قال لي فعلا الخلية دي بتساوي عشرة. طب لو انا خليت الخلية دي اتناشر. قال لي نو. ما يبقى انهم. الخلية دي مش بتساوي عشرة. فهمت قصدي وده لأ. اوه تمام يا دكتور. طب ماشي. ده بقى نشرح حاجة تانية. مثلا. مثلا نكتب مثلا تحسين. لقيم انا اسم محمد تحسين. تمام. في الاسل. الاسم بيتحط ما بين كوتيشن. الكوتيشن دي اللي هي دي. اللي هي بيتحط ما بين النيم بيتحط هنا. تمام فاهميني كده جماعة. بنقوله ايه. بقوله. هل. اف. بقوله. هل. الخلية دي بتساوي كلمة تحسين. طب لو قال لي اي وقت. لو الشرط اتحقق اقوله اكتب لي اس. كلمة اس يا جماعة بتتكتب ما بين كوتيشن. لان اس دي كلمة. مش رقم. فاهمين قصدي. تمام. نقول له اس. طب لو لا اه. نقول له نو. قال لي فعلا الخلية دي اسمها تحسين. طب لو انا خليت اسمها محمد. هتطلع لي نو. فاهمين كده ولا لأ. تمام يا دكتور. انا عايز بقى الناس بقى اللي هي الوجوه الجديدة تطلع بقى معين عشان الموضوع هيبقى جامد قوي. يلا بقى. طب في حالة النو قال لي نو يا دكتوري. بقى المفروض ان انا هعمل ايه. مش المفروض ان بي فيه عندي. ايوان. هي دي. والله جدع والله يا سعاد والله. هي دي. السؤال الكويس. في حالة النو بقى. نروح نعمل ايه بقى. ما هو مش نو خلاص. ماشي. بصي بقى ساتي. ولكن ركزي بقى. لو الخلية دي. ركزي في اللي انا اقوله. بتساوي. افعين. لو الخلية دي بتساوي كلمة تحسين. ركزي في اللي انا بقوله. لو الخلية دي بتساوي كلمة تحسين. ازا 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 اجمع لي اتنين زائد اتنين. طب لو لأ. هقول له مثلا ايه بقى. روح اقول له اف تانية. لو الخلية دي بتساوي اسم محمد. يبقى ازا اجمع لي ثلاثة زائد ثلاثة. طب لو لا اسمها. يعني ولا بتساوي محمد ولا بتساوي تحسين. ازا نخليها لي زيرو. ونقفل الكوس الاولاني التاني ونقفل الكوس التواريني. طبعا انتم شرح مين ان انا عملتوا ده اساسا. انا عارف. بدمس كده كده. يعني انا يا دكتور بحط لكل استنتاج شرط. لو اتحقق يا بنا قريدي كده اللي عندي المعدة ايه بس اتنين. لو لقى يبقى انا باشتغال على اللي بعد. هاولك اوه محمد. هاوليك دلوقتي الموضوع هياجبك اوه. بساوي ثلاثة زائد ثلاثة اهو. تعالي اهو. بقول له ايه. اركزي. بقول له لو الخلية دي بتساوي كلمة تحسين ازا نجمع لي اتنين زائد اتنين. طب ولو الخلية دي بتساوي اسم محمد اجمع لي ثلاثة زائد ثلاثة. طب لو ما فيش. يعني لو الخلية دي ناثنج. يعني لا ما فيش اي حاجة. يخليها لزيو. تمام؟ حد فيهم انا عملت ايه ولا لأ؟ تعالي سعاد كده تعالي انا يعني عايزة. ايو انا عطيته. ايو انا عطيته. ايو دكتور ما حضرتك. حضرتك حطيت كل اسم وحطيته. قولي قلاء. قولي قلاء كده بتقول ايه. انا قلت ان احنا عطنا له دي اه يعني شروط عشان هو يدينا بقى استنتاجات. بالزبط بالزبط جدع جدا. بنقول له ايه بقى بصي بنقول له ايه. بقول له بصي بقول له لو الايه فور دي اللي هي الخلية اللي انا عايزها دي. بتساوي كلمة تحسين. احنا تحسين بنقول ايه اجمع اتنين زائد اتنين. تمام؟ طب وقالي طب دي كده اللي هو الشرط لو تحقق. طب لو الشرط ما تحققش بقول له ايه. بقول له لو ايه فور تانية بتساوي اسم محمد. خلالي ثلاثة زائد ثلاثة. طب دولي بقى ولا لقيت تحسين ولا لقيت محمد. بس صراح انه بنعمل ايه. ايه. خلالي زيره. فاهمين يا جماعة? يعني يا دكتور اللي فهمته من حضرتك ان انا دلوقتي الدلة دي لو انا عندي اتحقق الشرط الاولاني يبقى انا خده خلاص قريدي خلاص اللي عندي المعادلة الحد هنا كده تلع عندي النتج لو لقى بحط شرط دي للمعادلة بحيس برضو لو اتحقق لو استبعدتو بدي نصج ان هو خلاص قريدي دانية سفر ما فيش عندي ما وصلش لأي نتيجة. بالزلاط هي دي. هي دي اللي انا عايز اوصلها. يعني دلوقتي لو انا غيرت محمد دي الاسم تحسين بصوا اللي احسن. خليها الى اربعة. طب لو انا شلت تحسين دي خلص. خليها الى زيره. تمام كده يا جماعة? تمام يا جماعة. واضحت شو يا ابراهيم? اي ماشي. انا الله واضح بالنسباتي. ماشي زي الفل. تعالوا بقى يخش بقى على اللقطة اللي جاية دي. الله الموضوات احيجبني يا جماعة. بصوا بقى جماعة. على فكرة اللي بيحصل ده اللي انا بقول لكم ده. حرفيا ده اللي بيحصل في الجامعات وفي الكليات وفي السنواء العامة وفي المدارس وكل حت. تمام? دلوقتي بيقول لك احسن نتيجة كل طالب. علما بأنه يكون ناجح اذا كانت درجة اكبر مني ساعة. طب تعالى يقول لك احسن نتيجة كل طالب. تمام? تعالى نشوف. احسن نتيجة كل طالب. اي حد غير براهيم يقول لي احنا نحسب نتيجة الحاجات دي كلها نحسبها ازاي? اه لو عايزة ممكن اعمل لها ممكن اعمل عليها في الليكس واحدد يعني احدد الدرجات الصولد نفسه لوحدها. وبعد كده اه بقسمها مثلا على عدد المواد. يعني مثلا خواس مواد. احسن جمعين الا ب démocrence حسن. ساهلا دقيقة لها بصم. سام performance ويساوي كويس كويس. بصي بعنا البد shopping. جساوي صمم عالمين هي علي كonterها. تمام كده جميعا تمام تمام كده جبنا المجموعة ونروح سحبين الكلام ده لتحت كده جبنا مجموعة كل طالب الكلام كده واضح ماذا لا او تمام تعال بقى نحسب بقى اللي بعديها النتيجة بيقولك بقى اذا كانت درجة اكبر من او يساوي اكبر من او يساوي 300 ويكون راسب اذا كانت اكبر من او يساوي 300 ويكون راسب اذا كانت اكبر من ذلك يعني من الاخر اول 300 فيما فوق الرجل ده ناجح اقل من 300 يبقى الرجل ده ساقط صح كده يا جماعة صح يلا بينا دي اعنا بينا من كوندشنال لا مش كوند اف لا 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 صم دي اعنا بينا من كوندشنال فورماتينج لا 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 هي فعلا صح كوندشنال فورماتينج دي كويسة بس انا عايزها هنا يعني عايزي تطلع لي هنا نتج صح ناجح او راسب فاهمين قصد ايه؟ ايه يبقى نعملها من اف اللي احنا لسا عاملها من شوية دي؟ فاكرين محمد وتحسين اللي احنا كنا لسا عاملها من شوية؟ ماشي يلا بينا يلا كاعدة اف يلا بينا تدوس الساوي اف اف بنقوله بقى ايه؟ هي بيقولي من اول تلتمية فيما فوق يبقى بنقوله ايه؟ هل المجموع ده اكبر من او يساوي تلتمية؟ تلتمية تمام؟ تمام كده احنا حطنا له الشرط تمام؟ بعد كده نروح لسين كومة طب لو الشرّ تتحقق هيبقى أيه؟ ها؟ سنلاف طب لوك انا بقىรسة اخنا هقول الشرط عندي باقىเตوا والله يا ممكن ساوقت التليفون شوية بس يعني انا دلوقتي بكتب المجموع وبكتب كلمة ناجح نفسها وبشوف لو المجموع اكبر هو بيطلع لي ناجح اقراط صحي كده؟ ما احنا بنعملها هو دلوقتي هوا يعني اخرى عقد انت اسمي كين شروق شروق ماشي عماشي عماشي انا محمد انا عارف انت الناس اللي بتكتبها سلامة لا لا شروق شروق انا ادخل مايك عندك شان الصوت عالي قوي شروق احنا بنقول ايه ان احنا عايزين نشوف لو الناتج اكبر من او بيساوي 300 يبقى الراجل ده ناجح طب لو لا اه هيبقى الراجل ده راسب هنعملها ازاي؟ هنعملها عن طريق F هنروح دايسين يساوي اف بنقول له هل المجموع ده بنوفع الخلايا كلها اكبر من اكبر من دي او يساوي طلتمية طيح احنا كده حطينا له الشرط الشرط اهو في الوزيكال تست هنروح لازين كومة هننقل بقى طيب لو الشرط اتحقق هنقول له اكتب لي ناجح تمام اهل ناجح بتكتب ما بين كوتيشن طيب لو لا يبقى كتب لي راسب ونسحب كده المعادلة تحت اهو 296 اصغر من 300 فالرجل ده راسب 293 اصغر من 300 فالرجل ده راسب هل الكلام كده واضح ولا لا هي الدل يا دكتور دي اللي حضرتك قلت اف هي هي الكاونت اف لا كاونت اف دي حاجة تمام اف دي غيرها صحي كده او 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 تمام يعني عديلي عدد الناس بس سب شارت المحاسبين عديلي المحاسبين فقط او تمام يا دكتور حال انتو كده فاهمين انا قلتو ده ولا لا لسه اه ده ما اكون كده اه ممكن ان شاء الله عشان نروح او نفس المبين كاونت اف وما بيش اف طالما نقلص موضوع التالير ده نعمل معادلة كاونت اف ونقول كام واحد جايبين من التياز مثلا وكم واحد جايبين 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 مفيش مشكلة عشان بس يبقى حصل في نفس النقطة فصل ما بين الدلتين يلا نعملها ده ماتي يلا بين اهو قدوش يساوي كاونت اف اهو كاونت اف لا عشان خلص التأدير الاول عشان انا هنخذل التأدير هو اساس ميلا استعد اهو ناجح اخي وديه راسب احيو راسب اهو بنساوي اهو مااش عايز سوف نجيلها بناجح وراسب اوكي اهو كاونت اف اهو بنقولك ايه بقى بقوله عدي المدى كله نروح عملين نقف على المدى ده كله تمام ونروح قايلين له ايه نقول له طب نعدي لي كم واحد ناجح الكريتيريا دي الناجح وندوس دي فوقه وندوس انتر قالك فيه ستة نجحين اه ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة نجحين طب والراس نروح عملين تاني ساوي كونت اف ونروح معلمين على اليوم كله على المدى ده كله وقال له عدي لي كل اللي جوه المدى ده القمعة وقكل الخلية اللي فيها الاساس اللي انا ببحث عنه قال لي في اتنين راسب ادي واحد اتنين كده وضحت كده يا سؤال سعد هو ايه دكتور يعني انا ممكن اميزها مثلا بحاجة بسيطة ان تاونت اف دي مثلا بحط الشرط حاجة كلامية مش مجرد ارقام يعني انا مثلا اعيز امحاسب او اعيز اشوف النكحين او الرازبين او شرط يعني حاجة ففاهم قصدي يا دكتور لا مش فاهم طب حدرك يعني انا دلوقتي حدرك بتقول لي مثلا انا اعيز اعدي الناس النكحة او الناس الرازبة هنا كونت افها تحددلي انا اعيز احسب الناس دي او دول او لما او اعيز احسب مثلا الاداريين او المحاسبين فمعنى كده ان الشرط حاجة كلامية حاجة مش راقم يعني ممكن تعدي الرقم يعني مثلا اقول له مثلا مثلا اهو تعالي مثلا نمسح دي كده ونخلي مثلا اقول له اعديلي اهو كام واحد اكبر من 300 تعالي اهو دي اكبر من 300 هنقول له بيساوي كونت اف ونروح اهو تمام يعني شرط محدد صحي كده شرط محدد هنعديد الرنج او هنقول له اعديلي الرنج ده الرنج ده اللي هو ايه الحتة دي كلها بقول له اعديلي كل اللي جوه المربع ده اقول له هيقول لي ايه مثلا اعديلي كل اللي اكبر من 300 التلتمية كده برضه اهي قال لي 6 ماهو 6 يبقى النكحين دا واحد دا اكبر من 300 دا اكبر من 300 دا اكبر من 300 دا 1nite هن 6 وہو تمام كده اضعت وصح السبب يا دكتوره يعنى اذا كان كلام او اذا كان ارقام د الشترين هي واحد او تمام شكرا ندك نكمل بقى يا جماعة اوه منكم اخودوا بالكم يا جماعة اخدوا بالكم Wine làmة positive Pool تمام بص بقى بيقول لك ايه بقى بالصالة لغ النبي بقى تعال نخليها نخلي او بيقولك ايه التقدير امتياز لا اله الا الله التقدير امتياز اذا كان اكبر من او يساوي 550 نكتب هنا اكسلنت اكسلنت اذا كان اكبر من او يساوي 550 اهي 550 صح كده او لا اه صح اوكي يا جماعة ركزوا معايا بالله عليكم كلكم محمد ابراهيم كاكي امركز هل انتم معايا ولا لا لا تمام وبيقول ايه تاني وبيقول جيد جدا اذا كان اكبر من او يساوي 450 يبقى اكبر من او يساوي 450 هيبقى ايه هيبقى very good تمام ويكون جيد اذا كان اكبر من او يساوي 350 يبقى اكبر من او يساوي 350 هيبقى جيد جد ويكون مقبول اذا كان اكبر من او يساوي 300 ويكون اكبر من او يساوي 300 هيبقى جد اللي هي acceptable Enjoy هيبقى لسا الاخيرة يتصوص لسا الاخير هتصوص الان فالهي يعني راصب الخليطة تماما كده يا جماعة؟ نشي نجد دي كده على جنب نجد دي 케د على جنب جميعا انظروا كده يا جماعة عشان الموضوع هيبقى حلو جدا بالصالع عن نبي نظر دي كده بنقول لي بقى بيقولك إذا كان المجموع ده اكبر من قدر 500 550 فيما فوق يجب الرجع الان من أجل الأمر يعني ممتازة. لو جاب رمضان وخمسين لو جاب تلتمون وخمسين جود. لو جاب تلتمية اكسبت لو اقل من تلتمية اقل يبقى كده. اقل مش كده اقل يتبقى كده. العكس. او. طب كده اهي. اه حد عمي. لا اوافي حاجة. ايوا. اوافي حاجة. اوافي حاجة. فهو احنا بلتنين بس انتشارة لبداية الاكسنت مختلفة. مفتوح نحيطها. السبع السمكة مقلوب نحيط الكنسمية وخمسين. التلتمية اخر حاجة دي صح. اصغر من تلتمية. هي صح. انما المقول الاشارة بتاعة والاصغر منه تكون العبس. اه اه الناحية. يعني انت شايف انت شايف الوقود الكنسمية وخمسين بقى وقوق السبعة مفتوح نحيطها. لا لا لا. ده كده صح. كده انا عملها صح. ليه؟ بيقول لك. اكبر مني. لا لا دي اكبر مني. دي اكبر مني. بص. اكسلا. لا والله. يبقى اخر واحدة الشرع عكس. ليش انت احتاج. بس انا يعني. يبقى دي العكس اصغر مني. شرع عكس اصغير. انا كنت عملها كده. انا عملها مني. لا لا كده بيك اصغير مني. لان اصغير مني. ده اصغير مني. انا نغير العلامات اللي فوق. العلامات اللي فوقية عكس الاتجاه. بص يا مصح. حلو الحركة دي. طب احنا انا اريد ان نغير كل العلامات دي هنغيرها زي كلها ما راحت. ما انا مش اقوض على البقى. قول لنا بقى. هيا جماعة. ممكن نقرب يا بكتور؟ نقرب ازاي؟ نستخدم دالة للتقريب زي دالتراوند للأرقام دي ولا ايه؟ لا انا عايز اغير بق السمكة ازاي هو بيقول لك عليها اذا هو بيضال دي تبقى دي ها حد عنده حل؟ طب تمام بصوا في حاجة اسمها هنا فايند وريبليس اهي العلامة دي احنا عايزينها العلامة دي مرة واحدة كلام جاي صحي كده حلوة دي يا جماعة حلوة حركة دي جميلة جدا كويسة صح؟ بنت حلال صح؟ تمام معلش بقى اللي انا بقول بق السمكة والكلام ده يمكن يكون تعليمي كان شرحنا كده للعلامة يعني لا بس يصح لا بس يصح كان الزمان بيفاهيم وهنا يعني كده لا ايا كده لا ايا كده تمام ها حد عنده حل هنعملها ازاي؟ ركزوا بقى في اللي انا بقولوا ليه بقى؟ لان احنا عايزين نحط معادلة طويلة بحيث لو الارقام اتغيرت تطلع لنا النتايج المزبوطة فاهمين قصدي ولا لأ؟ انا عايز اقول حاجة اخيرة معلش ممكن فضر اسمهاب فضر اه هي شاك اه اه اكبر او يساوي خمس ومية وخلسين هتديني النتيجة صحة بس شكلا ممكن ما تبقى الصح لازم اكتب يساوي قبل العالمة لان هو طبيعي ان انا بساوي بعدين بكبر مفيش مشكلة انت تطيعيني في دورة بس يا حمد لا 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 الفكرة مش في كده خالص الفكرة ان كده كده انا هعملها في المعادلة فهتشوف المعادلة مختلفة انا لأ انا عايز انا لأ انا عايز انا لأ انا لأ انا عايز انا لأ انا لأ نظام اللي هو ايه يعني كنظام اللي هو ايه ان انا زي ارشادات بس مش اكتر انا معاك مية في المية مش مختلف وهي هتطلع نتيجة صحة وكل حاجة بس ايه اكتب كتاباتا شكلا ممكن بكونش صح شكلا انا لازم اكتب يساوي وبعدين العلامة طيب انا هقولك على حاجة افضل بكتير ايه خليها كده عشان كده تبقى افضل مشي دي بقى هتبقى لما تبقى كده هتبقى اكبر من او يساوي 55 دي هنعكسها هتفاهم قصدي ايه هتعكسها ازاي يعني دي لما تبقى اكبر من او يساوي 550 هتبقى اكبر من هاوريهلك دولاتي هنا في المعادلة بص يا محمد ما هو لا امش كده هو الفكرة ان الواحد يساوي وبعدين يكبر او يساوي وبعدين يصغر الاساس المساواة بص شايف دي اكبر من او يساوي 550 ليش ركز قالتلي true ليه بقى امت لان دي 550 فيما فوق تفهم قصدي اه فهي كده مزبوطة على فكرة وعلى فكرة انا كنت اعملها في الاول كنت مزبوطة بس هي الفكرة ان انا هي كانت في الاول يا جماعة الاكسلنت بيقول لك ايه لو تلاحظو هنا بيقول له ايه تعالي بس نلقي المعادلة دي كده على الشمال كده بيقول ايه بيقول الامتياز اذا كان اكبر من او يساوي 550 اهي بيساوي هل الرقم ده بقول له كده بيساوي هل الرقم ده اكبر من 550 هيروح ايلي ايه فولس ليه لان الرقم ده اساسا 550 بالزبط فلما ايجا اقول له اكبر من او يساوي 550 هيطلع لي true لان الرقم ده 550 فيما فوق فاهمين اصلي ولا لا ايه 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 بصوا هنا جماعة ايه سمعيني كده جماعة او سمعيني شبابة او فاضل دي او اللينك ندخل او ندخل على نفس اللينك بصوا بصوا هنا هتلاقوا انا بعدت لكم اللينك ده على الواتساب ده جوجل شيت ده اللينك ده بالجيميل بتاعكم تقدرو تدخلوا وتعملوا المعادلات اللينتم عايزين تعاملوها عارض حد يعرف جوجل شيت ده ايه او عارفيه جوجل شيت ده اختروه Terminal او نفس الExcel وشميل جدا وفيه حاجات معادلة كتيرة جدا فيا الوكاب وفيه اه اه اتش لوكب وفيه حاجة اسمها اكس لوكب دي اكس لوكب دي بقى الاختراع يا جماعة بيساوي اكس لوكب الموضوع هيفرق معاكو جدا الموضوع حلو جدا في الهوغل شيت ده جربوا لحد بس ما ابعت لكم المعادلة بتاعة اه اه اللينك بتاع التحميل في ميكروسوفت تمام كده يا جماعة تمام يا دو ماشي اه اكمل تمام اتفضل تمام طب مسلا مسلا اه بقول له مسلا ايه يعني مسلا بيقول ايه احنا عايزين الاقل من تلتمية فبقول له مسلا ايه تعالوا كده نحسب عشان نزبط حتة اكبر منه اصغر منه بقول له هل الرقم ده اصغر من او بيساوي تلتمية هيقول لي فولس ليه لان ده اكبر من تلتمية اتفاهمين او لا لا بقول له هل الرقم ده اصغر من تلتمية انا بنقوله تالي وبعد كده ندوس اصغر منه وبعد كده اوكي اه ايه يستوي تالي انا بوريكوا بس المعادلة انا بقول لكم قصدي شكل الاكبر منه الاصغر من تفاهمه قصدي يعني اه يعني قصدي ايه انا بقى قصدي بقى ان الحتة دي كانت غلط يعني المفروض ان احنا نعدلها ليه لان احنا عايزين نخلي بدل دي تبقى دي ونخلي دي تبقى دي بزبط لان احنا لو تجوا تلاحظوا بصوا بقول له ايه هل المعادلة دي هل المجموع ده اصغر من تلتمية قال لي لأ لان ده اكبر من تلتمية فاهمين ولا لأ اه تمام يعني الخمسمائة وخمسين اكبر من تلتمية فطبيعي ان هي اكبر لكن دي اصغر من تلتمية قال لي صح لان دي اصغر من تلتمية صح كده ابراهيم نكمل انا يعني مش مقتنع بيها طب اعملين مع النتيجة على القديم انت اعملت اي طيب لا هي كتابة التلتمية دي المقبول او الراسل هي كده اكبر من تلتمية يعني والله اهي اهي المعادلة اهي المعادلة اهي بقول له يعني يعني هي مش اكبر من تلتمية انا بقول له هل دي اصغر من تلتمية يعني هل دي الراسل دي تبقى اصغر من تلتمية مش اكبر اه اه انت ترسل الكلمة مش الدرجة بالزبط اي اه 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 بص بقى احنا نعمل اربعة اف هو دلوقات فاضل قدامكم قد ايه في في الميتنج يعني نص ساعة نص ساعة يلا بينا اه طب لا اه الميتنج دلوقتي هيفصل ما كانت لسه فادوة بتقول ان هي قدامكم دي ايه بظبط هو هيفصل اله اه 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 يعني تماما اه هنعمل اه دلوقتي المعادلة هي بيقول لك ايه بيقول لك اف اهي بيقول لك بس احنا صح هنبتديها الاول ازاي هنبتديها بايه الاول بيقول لك ايه اركزوا احنا عايزين نعمل اربع معادلات عشان نزغطها وطلع لنا الرقام بيقول لك لو قال من تلتمية يبقى زيرو يبقى فيل يبقى نعمل اه استاني بنوع اف دي كده اه نكمل تسجيل ونروح امنين قالو اهو بصوا بقيا يا جماعة بيقول لك بيقول لك بيقول لك ازا اف ونختار اللي هي اي فور دي اللي هي المجموعة بقول له هل المجموعة ده اصغر من تلتمية طب لو تلعي النتيجة صح قول له فيل يعني انت راسب فاعملني او لا هلو 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 بيقول لك احنا نبتدي من تحت لفوق يعني نبتدي من اول تلتمية اللي حد الخمسمية وخمسين بنقول له اي بقى احنا قلنا ان معادلة اف بتبتدي بثلاث اركان ركن بتحط فيه الشرط والركن التاني لو الشرط ده تحقق والركن التالت لو الشرط ما تحققش تمام اللي هي بكله يبقى في ركن التالت لو الشرط ما تحققش تمام هنعيدها ملاقوه بنقول له ايه اف بنقول له لو المجموع ده اصغر من تلتمية زي ما هنا موجودة هاي هنا ايب الظبط ايزا خليها خليها فيل يعني راسب طب لو لا احنا لو الشرط ما تحققش نقول له اف تانية لو ده اصغر من اصغر من كام ها مين ممكن يقولي ايه خمسمية وخمسين لا ها تلتمية واحد لا متين ستة وتسعين يا دكتور اقل رحم لا 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 متين ستة وتسعين حسنا منتكلم على دولة المربع ده ها ممكن إيه اللي يقول لي ما شاء الله تقول بصوا تلتمية؟ لا احنا قلنا اللي صغر من تلتمية ركزوا 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 فان انا بقول اللي صغر من تلتمية بقى زيره يعني بقى فيل يعني فيل تمام؟ يبقى اللي صغر من تلتمية وخمسين يبقى اكسبت؟ ها؟ ها؟ حان تفهم ولا مش فهم؟ دم او تمام بصوا يا جماعة احنا بنقول ايه؟ لو اصغر من تلتمية اليه يبقى فيل طب واللو اصغر من تلتمية وخمسين يبقى اكسبت؟ او تمام؟ انظروا يا جماعة لو اصغر من 300 فايل لكن لو 300 هتبقى اكسبت طب لو 349 يبقى اكسبت برضو ما هو 349 دي قال لي من 350 فاهمين فاهمي ابراهيم ولا لا؟ انا معاك طي دي سا بتجمع؟ لا لا اما تنتهي هدان رؤيتها باش انا موافق لو اصغر من 350 اذا اكسبت؟ لو اصغر من 350 اذا اكسبت؟ طب لو لا اه طب اف تالتة لو دي اصغر من 450 يبقى جود؟ لو اصغر من 450 اذا جود؟ طب لو لا اه لو اصغر من 550 يبقى فايل جود؟ طب لو اصغر من 550 يبقى فايل جود؟ لو اصغر من 550 يبقى فايل جود؟ طب لو لا اه يبقى اكسلنت على طول تعالوا كده بصوا كده بصوا كده النتيجة كده جماعة وقالوا لي هل ده صح ولا اه الا انا اعمل ركزوا كده هنا في الارقام هنا المجموع ده اللي هو باللون الأصفر ده كده اهو وركزوا هنا كده في اللون الأصفر هنا ها في حد مذاكر ها ها طلع الارقام صحة ولا غلا؟ اهو اهو طلع الارقام صحة ولا غلا طب حد ثانيا يا جماعة حد ممكن يطلعها اخطاء ها الو طلعي يبقى تغطيني مساحة الو هيا يا جماعة ايو طبعا انا متأكد متأكد انا متأكد انا متأكد انا متأكد اهو نعم طهنة شوية في الحتة دي طب تعم هو انا عايز اقول حاجة نصر محمد يعني اه اللي تحت الكلام بالعربي اللي تحت الجدول يعني ماشي بصيرة اكبر من او يساوي وحتى انتما ترجمته والكلام ده مشيت برضى بترجمة الكلام العربي ان هو اكبر او يساوي بس انما جيت اكتب المعادلات مشيت بصيرة اصغر من او يساوي هتباع اسهل ومفهومة اكتر عملها بربلس لو ينفع الربلس لا 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 ما released نحن نعملها أكبر من برد طائز يلا بينا اه يعني بقي نظرنا نجد في السياح كما بعضه لا 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 ما فياش نفس كما انا بس بعرفك لا لا انا بعرفك بطريقة معينة وطريقة تانية معينة هناك احن نجد صحة الجماعة هو بقينا بريم بيتكلم صح هو بيتكلم في إنه ان النتيجة المفهودة تمشيها من أول فوق لحد تحت انا مشيتها من تحت الفوق طيب تعالي نعدم من خول تحت يلا بي يلا بي بص يا جماعة هندوسي ساوي اف لو المجموع ده بص ركزوا في اللي انا بقول لو ده اكبر وين او يساوي خمسمائة وخمسين اذا ايه ها ملا يساعد يبقى اكسلنت اكسلنت ينشيها بقى كده على طول اه طب ايه تبقى نفس النتيجة صح يا دكتور هتدين نفس النتيجة اصلا سوى ساعد الاكسل في اكتر من مليون طريقة تجيبلك نفس النتيجة اه انا باتكلم في كده بس في الاخرى انا بوصل لنفس النتيجة باي طريقة انا بمصلم بقى هو ممكن ليه طريقة وحددك ليه الطريقة بس في المجمل الناتب واحد بس برضو نشرح الطريقة برضو يلا بينا احنا قلنا ايه انا اول شرط اه الشرط اللي بعده على طول اه لا سن نمسح دي كده الاول اهيه بص بيقولك اف او بيساوي او بيساوي او بيساوي او بيساوي او بيساوي 550 اذا يبقى اصلا 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 لو ده اكبر من او بيساوي 150 اذا اكبر او بيساوي اصلا بري جود طب بص بقى ركزوا في اللقطة دي عشان انتو ممكن تتوبوا في الحتة دي لما ندوس كومة بيقولك الشرط ده نروح حطين شرط تالت نحط F تانية ها بقوله ايه لو ده اكبر من او بيساوي 350 350 إذن جود جود ما تنسوش ان تحطوا الكلام ما بين كوتيشن الكلام بيتحط ما بين عالمتين تنصيص طب لو لا يبقى F تالي F F رابعة بنقوله لو ده اكبر من او بيساوي 300 تلتمية إذن اكسبت 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 اهيه طب لو لا ها هنقول F لا بقى ها اصغر من 300 اصغر من 300 فيل ما احنا قلنا اكبر من 300 فيل لو اصغر من 300 يبقى على طول لو اكبر من 300 قصد يبقى اكسب لو اصغر من 300 يبقى فيل على طول ما نحطش بقى F رابعة F بقى الحالة بقى اكسبت اثنين ثلاثة أربعة فانتوا هتعملوا اي بقى عشان ما تنسوش عضو قفلوا في الأكواس لحد ما اللون ده يسود بصوا كده عن اللون ده اللي هو عند I1 ده او I4 ده بصوا هقضوا قفلوا في الأكواس في أكواس في أكواس في أكواس لحد ما اللون ده يسود شفت خط بارك اللون ده سود ازاي؟ نعم عند I4 بص كله يبص عند القوس بتاع I4 ده بصوا اهو 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 وحنا يسين Enter وروح ساحبين شوفوا كده للمعادلة صحة ولا غلط صح نفس المعادلة اللي فيك صح كويس جدا يا جماعة انا مبسوط منكم والله كويس اوي اه الكلام كده واضح سلام واضح زي الفل جدا زي الفل جدا 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 اه في بقى معادلة تانية دي F اه دي احنا عملنا F انا بس عرفتكم بس في معادلة تانية بانتكالب حلو قوي بصوا بقى جماعة احنا نقول ايه نقول ان F ما بين ركزوا كده الفيل ما بين اه خلي نلغي نلغي ديك نخليها قايد ونقول له الفيل ما بين حد سمع عن معادلة اسمها look up look up حد سمعنا بس اقول لكم هي ايه الفيل بتساوي من 0 ليه طول لمتين 99 صح كده لمتين 99 معايا كده معايا كده ابراهيم اه صح اه صح الاكسبت من 300 لحد كان لحد 349 برضو 359 لحد 49 40 ابله برقم اه عشان 350 بتبقى جود من اول الجود دي من اول كان من اول لربعمية وخمسين لربعمية تسعة واربعين لربعمية تسعة واربعين والجود من اول ربعمية وخمسين لحد كم 549 549 والتانية 550 لحد مثلا نقول مثلا لحد ايه لحد مثلا الف لحد اه كم تبقى معادلة حلوه اسمها look up بصوا بقى معا معادلة دي المعادلة دي جمدة جدا بيقول لك ايه معاليم بيقول لك بيساوي look up المعادلة دي اعني فكرة مش هاشرحلكم بس انا ايه يعني انا بس ايه هوريك و بس هي بتسهل ازاي بيقول لك look up انت بتدور بايه Look up value حد فكر ال look up value دي دي كانت في ال V ال look up الجملة دي هتصبحها كتير look up value يقول لك أن تتدور بي أولو أن تتدور بالكلمة تتدور بيها فين لوك أب فيكتور يقول له أن تتدور بي فيها في الحتة ما بين ده لده طب انت عايز انا نتيجة اقول له ان عايز النتيجة دي ندوس اوكي لازم الاتنين قصدي لازم دولة يبقوا قبل دي يعني لازم دولة يبقوا هنا كده لانها بتمشي من الشبال الهوين دي من دي لدي ودي الله ده إله إله الله طب ما سمعتش دي من زيرو المفروض سمع يعني المفروض دي دي بصرا المفروض تاخد عمود واحد اللي هو العمود بتاع الجي لا 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 لازم دولة لا 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 لازم دولة سردان اسمع مني لازم دولة هتخل الكارتيري عمودين مع بعض ازاي جابتلي فيل او 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 بتجيب الكارتيري دي ازاي جابتلي فيل الاو اخد الاو بس يعني انت قول الشرط بتاعك ساوي تمام واختار الخمسة و خمسة افاكات بينها ايوة ديت كومة ايوة خد العم اجرة برضو لا هي المفروض دي كانت تبقى موجودة بصوا جماعة واريكم الموضوع ده عشان المعادلة هي مش مظبوطة هنا بس هوريكم هنا عاملة ازاي بصوا هنا يا جماعة انا هفتح لكم الشيد الحتة دي احنا هناخد دولة كده ونخليها هنا كده خلي دولة كلهم هنا كده نخليهم هنا كده عشان تبقى المعادلة بدون اي حاجة اهي وهناخد دولة كده ونخليهم هنا اهي نساوي المعادلة دي في دولة في هنا برضو برضو لا اله الله مع انها هي هنا لازم تبقى مظبوطة لان منزيله تسعة وتسعين اتركز بس تبصوا انا هوريكم عشان بس هوريكم المعادلة هنا شغالة ولا لا من واحد لعشرة فيل فلما نجيب هنا اربعة ونساوي ونقول هنا في هنا هنا جابتلي كلمة فيل مع ان اربعة مش موجودة خدت بالك ابراهيم اربعة مش موجودة طب لو انا خليت من حداشر ليه عشرين جد وخليت هنا مثلا وليكن اتناشر وسحبت المعادلة تحت جابتلي جد تفهم حاجة ابراهيم اذا لا انا فاهم ما عاشت اه بس الاربعة هي ليه جابها فيه لانها في المدى لما بين الواحد والعشر فجاب لي المدى اه الجد ما بين الاتناشر ما بين الهداشر والعشرين فجاب لي دي انا مش عارف ازاي ما جابتش المدى اللي هناك يعني فهم قصدي؟ طب لو انا جابت مثلا من قول 30 بص 30 لخمسين هتبقى مثلا اه جود ايه مثلا من مثلا من كم لكم مثلا من واحد وخمسين لمتين مثلا هتبقى اكس اه اه اكسلنت اه اكسلنت اه 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 خمسين وهنا ونقوم بقى نسحب بقى لتحت كده يعني الحد هنا شوية كده اه ونعمل دي look up اه اه ودور بدي في المدى اللي هما الاتنين دولت كده واحط دي اه جاب لي اكسلنت ثواني اه بص بقى ركز بقى كده اكسلنت هي 60 لان 60 مبين ال 50 والمتين جاب لي ال اكسلنت الخمسين مبين ال very good لا من 50-40-30 30-40-50 في ال very good تمام ال good من 11 إلى 20 الجد الفيل العشرة تمام الموضوع ده حلو جدا الموضوع ده حلو جدا يا ابراهيم اه تفهم قصلي اللي انت بتحط له مدى معين وهو بيتلعلك بس مش عارف اللي مش مسماعه هنا تفهم دماغي ولا لأ نعلمش ايام اكسل لحركاته انت عمل معلش يا حضر دكتور يا سؤال حضرتك و cerخم الجدد لي المخطر الغلط اللي كنت عندي ده يعرفني just انا قالت في ايه انا غلط حضرك ما دست على المعادلة الاولانية هو حضرك ما one committee ثم تعليز تط make the char للقمصومي ويطلع لك اللي قبل generate قال لك بسوا ليك على حاجة فعلا في الأكسل اسم الخطأ اليوهم المفترض trois جابهي قال لك على حاجة בה outra نقضir نمسح كل هذا تعال مثلا وخليها هنا اهي مش هما دولة المفروض ودي خليها كده المفروض ان انا لما اجي احط مثلا نرقم زي وليكن 360 لما اجي ادور باللوكب المفروض اقول له انا عايز ادور بدي في دولة ويطلع لي دي المفروض 360 دي تطلع لي تطلع لي very good 360 350 دي بتطلع لي very good ما طلعتش حاجة طلعت لي fail ومش عارف ليه يعني انا انا عن نفسي مش عارف يا ليه طب انا ممكن لو انا عملتها بايدي مثلا يعني مش عارف يعني من zero لتلتمية من تلتمية واحد لتلتمية وخمسين من تلتمية واحد وخمسين لربعمية وخمسين لربعمية وخمسين اه بصي من ربعمية وواحد وخمسين مش عارف هي مش عارف لين تطلع لي fail بس انا عن نفسي انت لو انتو شهتوا ان الموضوع الاولاني انا بصراحة مش عارف هي تطلعت لي الناتج دا لي بس انا بس انا بس كانت الفكرة كلها انما كنت بحاول اشرح اللا اصدوا يا بس لا ما بيطلعش لا بصي في البرمجة ساعات ما بيطلعليكش المشاكل فين انت لازم تستكشفين فاهمة بس لحضرك هنا ما دهست فكن طالعلك تقريبا اسم الخطأ اللي هو الموجود في المعادلة تقريبا حضرتك ما بحستش عن المعادلة او بديك شوية حاجات بسيطة لكن مش بيشرح لك المعادلة فين بالزبط غلط فاهمة؟ تمام مشي يلا بقى احنا كده نعملنا دي كده خلاص تعالوا بقى ننقل على اللي بعديها عشان دي هتبقى اخر واحدة وخلاص على كده بيقولك احنا عايزين نجمع الاول المجموع المجموع هو تمام؟ بيقولك ايه؟ اذا كان اقل من ستين اذا كان اقل من ستين فهو راصب ولو اعلى من ستين يبقى ناجح حد ممكن يساعدني؟ هنبتدي بمعادلة F اه ممكن ايه ساوي ساوي F ورا على الخلية اللي هي G1 G1 يبقى أكبر من ستين نتيجة السنة العامة بيقولك بيقولك أول حاجة خلص إذا كان هو ناجح أو راسب وبعد كده بيقولك هل هو مجموعه يجيب جيد جداً ولا امتياز ولا مقبول صح خلاص إبقى نقول الخالية دي لو أكبر من أو يساوي ستين شمال يبقى ناجح ناجح يبقى ساكسس ماشي ساكسس لو مكانش يبقى فيل يبقى فيل او او اتنين واربعين لو تلاحظين يبقى فيل صح ده ساكسس ده فوق الستين في المية تعالوا بقى في التقديرات كده المعضلة صح في التقديرات بقى اهي انتم معي يا بنات ولا ايه معي زي الفل هنروح بقى يلين له بقى حاجة بقى ايه نبتدي من من فوق الافضل من فوق خلينا نمشي مع ماشي بيساوي او زي نمشينا صح اه اه برضو اقف على الخالية بقى المجموع اه اه هقول بعد الوقت اكبر من او يساوي تسعين تمام امم اتبقى بالعالمتين تنصيص اكسلنت اكسلنت لو ما كانش لو ما كانش ننقل بقى مع حاجة تاني حاجة تاني ممكن يدخل طلع Thomas هندوس وهناكسب تسعين المجموع الاول وبعدين نكسب تسعين لا اكبر من او يساوي لا 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 لحظة واب tanto امرهم اه اه مفروض بقى انا ننزل Ladies او تمام بعد ذلك هيبقى اه او يساوي تمانين. تمانين هتبقى ايه? اه وكومة. اه اه جاي جدا. ماشي. يلا من اللي جاي بعديها? يلا بعد اخرا انا هتقضي حاجة شروق. من اللي بعدها? اه مين? اه تفضلي. اه هنقوله هنكتب ايف? اه اه جي تو. اه اكبر من او يساوي. اكبر من او يساوي? اه سبعين. سبعين. كومة. كومة. علامة تنسيج. الله عليكي. اه جد. الله عليكي بجد بجد بجد. الله عليكي. بعد كيف حد تاني جاي? تمام. بارنلا. سن作ف على الف. اا الف? افلر كوس. ماشي. افلر كوس. ايوا? هكتب جي تو. جي تو هي? اكبر من او يساوي اكبر من او يساوي. اَكبر من او يساوي. اكبر منudge او يساوي. اه برينا او يساوي بل ستين. 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 ايوا؟ مقبول بقى اللي هي التقدير ده مقبول نكتب ايه مقبول اللي هو accept مقبول يبقى accept طب خلاص بقى احنا كده وقفنا لحد وبعد كده المفروض يا دكتور يعني بعمل الاخواز لحد ما تظهر عندي العلامة اللي هي الصمرة قدام دي لحظة 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 اخر حاجة احنا وقفنا عنده accept طب لو اصغر من بقى ستين يعني لو اصغر من ستين يبقى على طول comment fail بالضبط او feel وقفل اخواز ده اه 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 بس كده بس كده ضب نروح دايسين كده بسم الله شوفوا بقى ايه accept يعني accept يعني فوق اذا كام دي دي فوق ايه ده accept اه دي accept 69 بالضبط ايه ايه صح من ستين للغاية التسعة وستين او اه very good لايك تسعة وستين وتسعة من عشرة ايه او very good 85 85% من تاني من تاني من تاني ايه تاني ايه تاني اه feel طب تمام طب لو احنا عايزين نخليها مثلا ايك excellent عشان مش موجودة ايك التسعين مثلا اي حاجة بقى اخو التسعين هتبقى excellent نخلي مثلا دي 900 هتبقى excellent وهكذا اه بس كده اه اه انا كده انا خلصت اه حد يشو هم حاجة طب حد يفهم حاجة تمام اه طبعا ربنا يا جديد كده حبيبي ربنا خليه حد يفهم حاجة جماعة ولا لا تمام بص انا احط هنا دي حاجة كده يعني مني ليكوين بص انا احط هنا بيانات الموظفين نمسح دولك كده سامعيني هلو هلو انا سامعت او بص يا جمعان هعمل حاجة هنا حلو اوي بص يا سيبتي بص يا سيبتي مركزوا كده في اللي انا بقولوا بص بص ما عليش اناقفل بص الاصوات شوية بص كده عشان الصوت عالي بص انا هقوله ايه لو ده فيل ايه ده؟ لو لو لقيت كلمة فيل هتلي المسمة الوظيفي بتاع الراجل بتاع الراجل ده حد يفهم حاجة من انا بقوله او لا؟ ايه ايه نسمى الموظيف للناس اللي جايبه فيه بص 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 انا قلتلو ايه؟ انا قلتلو لو دي بتساوي لو التقدير بيساوي كلمة فيل روح هتلي المسمة الوظيفي طب لو هي مفيش كلمة فيل خليلي الاسم ده زي ما هو بص بتادير او تعم نعم التادير بتاعه هو الي اصغر بص بص يا جماعة انا خليت بص شايفين معادلة اديها جماعة بص المعادلة دي بيدغشيمة زي هم انا حطيت بي لوكب جوه معادلة اف فاهمين ولا لا؟ ايه زي بي لوكب مع الماتش كده بالضبط زي كذا معادلة مع بعض فاهمين يا بنات ولا لا؟ ايه اوه اوه تبعي يا دكتور لا انا مش هومي الحتة دي الشراحة انا متأجد على الله انا بحبك انا فعلا بحبك والله بص المعادلة فعلا غريبة شوي بصي احنا بنقول ايه احنا بصي احنا نجيب بيانات الموظفين لي خليها هنا كده اهو خلي بيانات الموظفين دي هنا خلي بيانات الموظفين دي هنا انت متأجد كده احنا بنقول ايه انا متأجد كده احنا بنقول ايه احنا نقول ايه إذن إذن لو كلمة دي لو قابلت في التقدير ده كلمة فيل إذن اعمل لي فيلوكب كده واضحة ولا لسه ها اعمل لي فيلوكب على إيه أقول له عمل لي فيلوكب على الاسم انت بتدور بإيه بص المعادلة هي شكلة في الاسم هو فين؟ أقول له دور لي بالاسم ده هنا من أول هنا لحد هنا بيقول انت عايز أنهي أقول له أنا عايز المسمى الوظيفي بتاعه اللي هو رقم اثنين اهو وروح داي زيرو وروح قافل الكوس كده احنا بنقلنا لفين كده انا خلصت فيلوكب اللي هي أنهي اللي هي لو الشرط اتحقق احنا بنقول ايه احنا بنقول لو الشرط لو لقيت لو التقدير اسمه فيل اعمل لي الشرط ده طب لو الشرط ما تحققش قلت له خليلي الجملة دي فيل دي زي ما هي ايه ده؟ ايه ده؟ اهو اين هربت؟ بس ايه انا دست غلط ياه ما عليش انا هعدها من الاول تاني ما عليش انا اسفة عشان ادست على زرار غلط فالموضوع باز منه اهو بنقول له ايه؟ عارفين كلمة فيلوكب يا جماعة؟ مش هيا كنا لسه عاملين معادل اسمها فيلوكب؟ ألو ايه اللي احنا بنعد بيها بس بنعمل فيها ايه؟ بندور بالاسم ده فين؟ بادور فيه في الجدول ده كله انا عايز اجيب المسمى الوظيفي المسمى الوظيفي رقم واحد اتنين اتنين الوظيفة دي بتساوي كلمة فيل اذا الوظيفة كده كده موجود احنا لسه عاملينها من شوية لسه عاملينها دلوقتي حانا طب لو لا يبقى خليلي التقدير ده زي ما هو ونقفل للكوس كده وضحت ولا لسه؟ انا بالنسباني واضحت بس كده انا بس حبيت اللي انا وليكم ان بتتعمل جوه افر وممكن افر دي تدخلوا فيها كده طب كده يا جماعة هلو انا هقفل انا هامل ستوب شير وهفتح الكاميرا انتوا كده معايا كده يا شباب انا هقفل انا كده انا خلصت خلصت فيه لوكب خلصت الاف الاف دي يا جماعة جميلة اوي يا ريت بجد بجد تلتزموا بيها الموضوع هيعجبك او بس كده انا خلصت كده هل في حد عنده سؤال؟ هل في حد عنده مشكلة عمومة؟ لا اهوه انا عايزة موقع يكون بينزل الافيس كامل مجاما لان انا عايزة يعني الافيس اللي عندي كله والله والله انتوافل معاك بالزبط والله العظيمة بهزر يا شو وهدور لك وعند الازالين وابعت لكم لينكات على الواتسايت سمام ويباش نحتاجين تسكت بي ايدك يعني الموضوع يعني نحنا يعني انا انا بعتلك انا بعتلك الشيط انا بعتلك الشيط اللي استغنى عليه احنا نعملوك نفسنا بحيث ان يبقى الموضوع سهل نحنا بنجرب بنفسنا حناية ليه شكرا لحضرتك تحتامل بعد كده يا جماعة اه اه او عنده اي مشكلة انا كنت عايزة عرفة احنا اخدنا ايه بس المرة اللي فتت عشان انت عندي كان بيفصل كتير احنا المرة اللي فتت خدنا كونت اف كونت اف كونت اف وخدنا هيه سبيионت ايف ا ايه ايه اه اه ااضد كونت اف بنعاد بس بشارت اوه بصم اف بنجمع بس بشارت وخدنا النهار دا في لكانت임 و اف في لكانت ايه في لكونت اف تيب ه انا ممكن ب spheres لحضرتك القلت المرة اللي فتت دي على اليوتيوب لحضرتك قلتها ليه ايوا ايوا انا بعتك اتعانيك القناة على اليوتيوب او لا؟ اسمها بستغي تعريبا؟ بستغي سر شاقي سر شاقي تمام سر شاقي سر شاقي طيب واحدة او كان الحاجة اللي كنت بقولها حضرتك عليها ممكن تعيتها انا نسيت اسمها كان ايه؟ قبل ما نخد قبل ما نخد تقول حاجة طيب انا اقولك على حاجة الفي لوكب انا عبعتلك الفيديو لها انا كنت عامل الفيديو لها لوحدها هبعتلك على الواتساب دلوقتي ماشي يا ستي دكتورو احنا مطلقين بكل الدوال هناخدها مع حضرتك لا طبعا انت شايفان كل الدوال؟ لا انا بسأل يعني احنا هنكمل في الباقي ولا خلاص حاجة معينة على فكرة هو كده خلاص احنا كده خلصنا الدوال كلها الا انا اللي لا تقدر تشغالك لكن من المحاضرة الجاية البيبو التابل انت عارفها طبعا يا بريس اسمه ايه؟ بيبو التابل بيبو التابل ده اختراع اختراع جدا تمام 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 ماشي اوك اختراع جدا اختراع جدا وان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية هتمنبسطوا جميع الجاية البيبو التابل ده هيلخص لكم ده تكبيرة قوي ده تكبيرة عظيمة هتتلخص في سطور صغيرة قوي تمام كده؟ من الممي سؤذر تكبر